قاعدة ليه مستنية ايه المنجة السنة دي بقى كده برخص الطراب يلا بينا نجيب المنجة الجميلة بتاعتنا دي ونعمل احلى كبات كنافة بالمنجة بطريقة سهلة وبسيطة وطعم بقى لا يعلق عليه والنهاردة ان شاء الله هنعملها بطريقة مختلفة عن اللي انا عملتها معاكوا قبل كده هنحمرها بطريقة اقل في دهون وكمان طريقة سهلة بغير ما نقف كده على البدجاز ونقلب فيها كتير طبعا وهنبتدي نعملها زي ما احنا حابين نعملها في كبات نعملها في صانية زي ما احنا عايزين ان شاء الله هقولك كده شوية نصيح جواه الفيديو ان شاء الله يعجبوك وتستفدي منه طبعا ياريت لو اول مرة تشوفي قناتي او اول مرة تشوفيني انا شايماء حماد وياريت كده لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان نكبر من علتنا بيكو اكبر واكبر ندخل بقى على الوصفة الجميلة بتاعتنا ونبتدي كده ونجيب معانا نص كيلو من الكنافة الموضوع كله مش محتاج غير نص كيلو من الكنافة وكيلو من المنجة هيخلي الدنيا زي الفقل جبنا كده الكنافة بتاعتنا وحطناها ساعة او ساعتين في الفريزة لتتلج عشان نعرف بس نكسرها بس كده هو ده اللي انا عايزها كسرتها وخدت النتيجة اللي انا عايزها دي معايا بقى نص كباية من السمنة السايحة حططها على النار تسخن وابتدي تقلبها كده على الكنافة اللي معايا ابتدي ادعاكها بقى بحيث اغلف كل الكنافة بالسمنة اللي انا حططها بس كده المهم اتأكد ان السمنة طالت الكنافة كلها بالشكل ده اخدها بقى وحطها في الفرن هنا مش هحطها على البتجاز لان احنا حطين كمية ثمنة قليلة هنجي بقى نعمل السيرب بتاع الكنافة عبارة عن نص كباية من المية ونص كباية زيها من السكر هرفحهم على النار في الوقت ده طبعا انا مولع الفرن حط فيه الكنافة تحت وبقلب كل شوية عناية عليها ما بينفعش ااسبها وروح في مكان تاني لازما هنا الملاحظة طبعا انا حطت الشبكة بتاعتي في النص وبابتتي اقلب فيها كده مولع البتجاز بتاعي من تحت بس والشبكة والكنافة على الشبكة في النص لحد ما اخد النتيجة الحلوة دي شايفين اللون من غير كمية دهون زيادة ولا اي حاجة خلاص السيرب بتاعي هنا عملته شربات عادي حطت النص كباية المية عليها النص كباية السكر اول ما بتدى يغلي حطت عليها عصرة من اللمون وكس من الفانيليا بس كده في خطوة بقى تقدر تعمليها وتقدر تغيريها براحتك انا دلوقتي بحب الكنافة بتاعتي تبقى نشفة فبستنى اما السيرب بتاعي يبرد وبحطه طبعا انا الوقت الحبة اللي انا عملت فيهم كانت السيرب برد وكنافة بردت مع لما بوضى بالمطبخ جنبي فحطت كل حكتي على بعضها انت بقى عايزة كنافة تبقى طرية مش حبة ان الكنافة تبقى مقار مش هتحطي الكنافة وهي سخنة تحطي عليها السيرب وكمان وهو سخن اول ما طلع كده السيرب اول ما طلع الكنافة واتفع على السيرب بتاعي واضفهم الاثنين على بعض وقلبهم بس كده هتاخذي بقى النتيجة اللي انت عايزها يعني الكنافة بتبقى تقفل الكباط طرية انما انا مش بحبها كده صراحة انا بحبها مقار مشة عشان يبقى ميكس رهيب كده حلو مع الكنافة والكريمة وفي خطوة كمان انا عملتها ومش عارف انتو خدتوا بالكم منها ولا لأ انا ضفت كده كمية السكر بتاعتي او الشرباط بتاعي وسبت حوالي معلقتين اتنين من الشرباط هقولكم هنعمل بيهم ايه بس في النهاية نجي بقى نجهز الكريمة بتاعتنا معايا كبية ونص من الكريمة اللي انا هحتكو ومعايا كبية ونص من المية وطبعا انتو ملاق عارفيني انا بحب اضيف المية على حسب الحاجة لان طبعا نوع الكريمة بيختلف من نوع لنوع طبعا انا ما عنديش سكر بودر فبضيف سكر عادي في مية متلجة وبقلبه وبابتدي اضيفه بقى على الكريمة يعني لازما كده نمشي نفسنا وما نوقفش الدنيا على حاجة لو مش موجود عندنا السكر بودر زي ما انا بعمل كده دي طريقتي اللي انا معتمداها عندي سكر بودر بعمل ما عنديش بعمشي الدنيا عادي ما فيش حاجة بتقف المهم بقى هنضرب الكريمة بتاعتنا لحد ما ناخد الكوامل اللي احنا عايزينه طبعا كل نوع كريمة بيختلف بياخد كمية مية وازياد اقل على حسب نوع الكريمة اللي انت بتستخدميه هتاخدي منه الكوامل المصبوط المهم هنا هتاني ناضرب لحد ما اخد الكوامل اللي انا عايزها في الوقت ده طبعا انا قطعت المنجة جنبي وكمان كنافة جهستها حمرتها وخلاص خدت النتيجة اللي انا عايزها تقدر يبقى تجاهزي كلها ادواتك كده الاول عشان خاطر الجو حر وكريمة والحاجات دي الكريمة اخر حاجة هتجاهزيها وخلاص تقدمي على طول الكباب خلاص نضرب الكريمة بتاعتنا لحد ما ناخد الكوامل المصبوط اللي احنا عارفينه نرفع كده المضرب بتاعنا ونلاقي الكوامل سبت طبعا هي لسه الكريمة معايا ما زبطتش او ما ضربتش للنتيجة اللي انا عايزها كملت ضرب تاني لحد ما وصلت للنتيجة دي خلاص كده نجي بقى نقدمها بالشكل اللي احنا حبينا هنا عايز اعملها فصانية هبتدي احط الكمية بتاعتي كده طبعا انا حطيت عليها السيرب وصيبة حوالي ما علاقة هنحتاجها دلوقتي هنا بقى انا هعمل فصانية يعني وهعمل برضو في كبات يعني على حسب الحاجة هنبتدي كده نحط الكمية اللي احنا عايزينها ونضيف كمان عليها كمية كريمة طبعا كمية الكريمة دي انت حرة فيها تقطريها تقليليها براحتك خالص بس المنجة يعني كطري كده وما تستخسريش احنا طبعا احلى حاجة المنجة في الايام دي انما الكريمة براحت تقليليها تقطريها على حسب ما انت بتحبي وهنبتدي بقى نزينها بالشكل الحلو ده بجد من احلى الاكلات ومن احلى الحاجات اللي ممكن تجربيها في الحر ده مع المنجة يعني بجد وصفة جبارة فابتدي بقى احط الكمية اللي انا عايزة احطها سواء عايزة تحط الكمية قليلة عايزة تحط الكمية كتيرا ده حاجة ترجع عليك او على حسب امكانياتك بس هو كيلو هيزبط الدنيا كلها طبعا نص كيلو الكنافة على كيلو منجة وكوبية ونص من الكريمة كوبية ونص دول يعني عاملين معايا حوالي 8 كيلو ومية جرام اي او 50 جرام على ما اعتقد يعني المهم ان هو مش هيكمل ربع كيلو الربع كيلو بيعمل كوبيتين احنا اخدنا منهم بس كوبية ونص خلاص كده جهزت صانية وهبتدي اجهز الكبات التانية هنعمل بقى في الكبات وهنعمل في الصانية طبعا انا بديك الفكرة وتعملي بقى اللي انت حباه طبعا الطريقة مفيش اسهل منها لو اول مرة تشوفيها او لسه مجربتيش كبات كنافة بالمانجة انصحك كده تجربيها وانتي هتعشائها على طول سهلة وبسيطة وكمان حاجة خفيفة كده في الجو الحر ده مع المانجة يعني ميكس رهيب كنافة مقرمشة وكريمة وغدا وضعها الصح مع المانجة يعني حاجة كده في منتهى الجمال طبعا لو حد عملها معي قبل كده يريد تكتبولي كده رأيكم في التعليقات وتقولولي رأيكم فيها طبعا بقى انا خلصت كل الكمية اللي معايا وهبتدي ازاي نتقب الاخير او الطبق بتاعي الاخير بنفس الشكل ده طبعا الكمية المانجة بقى على حسب المتوفر عندك تقدر تعملي خلاص كده انا اعتبر خلصت هدخلها بقى لتلاجة تسقح حوالي ساعة او ساعتين وبالفة هانا وصحها احلى كبات ممكن تجربوها بأحلى طعم والمنجة بقى يعني حاجة كده مش عايزة كلام طبعا انا عارفة ومتأكدة ان انتم وصلكوا الاحساس ووصلكوا شعور الطعم بتاعها يبقى عاملة ازاي خلاص كده انا حبيت ازود كمية المانجة اللي معايا طبعا اتغيري بقى واجددي انت براحتك في الشكل ده حاجة ترجعليكي بس الطعم يعني مفيش علي اختلاف وخلاص كده يعني خلصنا بقى الكبات بتاعتنا يارب تكون الفيديو عجبكم والوصفة بتاعي النهاردة تكون عجبتكم وفادتكم ويارد تكتبولي رأيكم كده في التعليقات وتقولولي اكتر حاجة بتحبوها مني حلوة ولا حادق وان شاء الله هنعمل مع بعض بقى كل حاجة انتم حبنا جينا بقى للخطوة اللي انا قلتلكوا عليها في النهاية معلقتين الشربات اللي انا سبتهم طبعا الخطوة دي اختياري ممكن تعمل تحطي الكمية كلها او ممكن تسيبي معلقتين زي ما انا عملت كده طبعا انا بدي ينبيها كمية المانجر اللي على الوش بحيث تديها لمعة حلوة وكمان يعني تبقى ما تتبالش معايا في التلال بس ده حاجة ترجع ليكي لو مش موجود او مش حبة تعمل الخطوة دي وضفت كل الشربات على الكنافة ما فيهاش اي مشكلة بس كده يعني هي خطوة بسيطة تعمليها او ما تعملهاش ده حاجة ترجع ليكي ما بتقصرش طبعا على الطعم نهائي لان هي مكسها وطعمها رهيب وخلاص كده يعني خلصت بقى الوصفة بتاعي النهاردة ويرب تكون عجبتكم وفادتكم وان شاء الله نعمل مع بعض احلى الوصفات متنسوش كده رايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان نكبر حالتنا بيكو اكبر واكبر واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد مع الف السلام